تايم تايم نواصلين معكم فرايم تايم على راديو ما تحييليكم الناس بشتحكيوا على بطاقة إداع بالسجن أصدرتها البارح المحكمة المتدائية بالقسرين في حق الشخص متهم بتعذيب وقت القطة نيوز اليوم نيوز اليوم نهي سيد خلينا نرجع الساعة لتفاصيل الأحد نهاية الأسبوع هي كانت هذه الفيديو تشر برشة لمواقع التواصل الاجتماعي الفيديو هذا يوثق عملية تعذيب حتى القط لقطوس كان موجود في منزل وقام أطفل صغير بتوثيق هذا الفيديو وتبين بعد أنه يقوم بالتعذيب وقتل هذا هو أب هذا الطفل الطفل عمره 14 سنة معه الأب امتاع والقضية كما قلت معاذ ممكن هي نهاية الأسبوع سارت معناها دايور كانت حتى سحبت القط دخلت معنا مع زمانتنا صحر حامد يعني على راديو ماد وحكايت التفاصيل الجديد البارح الجديد البارح في المحكمة ابتدائية بالقصريين وين أصدرت النيابة العمومية بطاقة إداع بالسجن في حق المشتبه به اللي تم الاحتفاظ به تحديدا يوم السبت البارح تم اصدار بطاقة إداع بالسجن وتم يعني الولده كان في حالة تقديم بما أنه قاسر عمره 14 سنة فقط هو صور الفيديو والقضاء يقول أنه القانون يجرم التعامل هكا مع الحيوانات الأليفة وتم اصدار بطاقة إداع بالسجن في حق الأب يعني خلني قبل ما نحكيو على القضية هذه باش نحكيو على مسألة الفيديو شوف اش معناتها اللي نحكيو على مسألة الفيديو وهما قاعدين نشوفوا أكيد كيف نتصور كيف مانا كيفما الناس اللي حضرين هنا كيفما الناس اللي يسمعوا فينا قاعدين يصفحوا في الفيديوهات كسوا في مواقع التواصل الاجتماعية مهما كانت اختلافة فيسبوك وغير 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 حتى هذا تيك توك شوف اللي قاعد صاير غريب على مسألة الفيديوهات معناتها الهنا الناس اللي تسمع فينا كان عنده خوه ولا أخته ولا ولده ولا بنته ولا أمه ولا أحد مقريب له من العائلة ولا صديقه ولا صديقته ولا ولد حومته ولا جاره ماذا بينا نوعي وبعضنا فيما يتعلق بالفيديوهات وماذا بينا شوف موفمك الموجة متاع التنمر وموجة متاع التهكم وموجة متاع التبيعة التصرفات اللي قاعدة بشوية بشوية تنحي الأخلاق اللي تربينا عليها على الأقل خلينا نقوله الجلسيوم وإلا اللي قبلها وهما اللي هني العمار تختلف فيما يتعلق بالفيديوهات وقاعدين نشوفو في حاجات غريبة راهو اللي يحط لك جيم عادي راهو موجودو ما يحط لك الجيم معنا هنا يولي الارتباط العقلي بالفيديوهات هذهم اللي قاعدين نشوفو في حاجات غريبة حاجات غريبة الوزارة الوزارة التربية لابد من التوايا حتى نوعيه صغير نوعيه صغير ونوعيه صغير في مرحلة أولى عليه هو ونوعيه صغير في مرحلة ثانية مع الأولياء قد نشوف نرى مختلف الأعمال قاعدين قاعدين يمشيوا في مسألة محيرة القضية هذه هو الحاجة التي فيها عليها قبل كل شيء أن النيابة العمومية تحركت من تلقاء ذاتها نحن قانون بعد أن يسمح النيابة العمومية تتحرك من تلقاء ذاتها ومشيت قامت بالإجراءات اللازمة نرى لأننا قانون التونسي يحمي الحيوانات الألف مع أنت ما هيش مصايبة كل الناس متعرفش المعلومة هذه وهذا مهم بارش هذا من عرش أن الحق ما تفرجش فيه الفيديو ومن يش تفرجش فيه ومن حبش نتفرج فيه في الحقيقة لكن هذه الممارسات راوها حتى يتخالها في الشارع راوها في الشارع يمكن فيديوهات أخرين تعرضنا إلى غير ذلك هو هو نوع من المرض تخلين نقوله لكن أكيد واحد يشد كائن حي يعذبه فهذا مريض نفسانيا ما نجمش يكون سوي على مستوى النفسي ولهنا والمصيبة الأكبر في المثالة هذه اللي معه ولده 14 نسانين قاعد يصور قاعدين نصنعه في جيل مريض نفساني وهذا للأسف تصير على مستوى التصرفات العجيبة والغريبة عليش مهم كنت حدثوا على مسألة هذه على الأقل لعبرة لمن لا يعتبر أولا بالدين متاعنا هو حرام حرام طبعا مش نحكيه بالدين حرام في المسألة بكمة كائن حي الحاجة الثانية ما فهمتش أنا معانتها شنو الغاية إنه شد قطوس وقل أي حاجة أي كائن حي تعذبوا وصورها في فيديو معانتها شنو صورتها بتاع الفيسبوك بعثت بعثت معانتها لعدد من الأصدقاء وقاموا بينشرها معانتها وتبرتجيت برشة نريتوا الفيديو معانا وتبرتجيت برشة والأداء العمر ثم بوع معانتها ثم فيقة كبيرة وانسى لبرتجي وبطريقة معانتها يبرتاجي ويقول شنو هذا باستغراب نوعا لكن زادة فأمت وانسى برتجيت الفيديو تضحك طيما وقتل معانتها طيما وترى العجب لهذا وترى العجب على مساوى الضحك ومساوى بزار معانتها الحكاية الحقيقة السيد هذا اللي بشي ناوي بشي عذب حيوان أليف مرة أخرى يزمو يعرف انه فما قانون تونس يحمي الحيوان ويرفق بالحيوان اشتعد على رسول قضايا القضية اللول سوق معاملة حيوان أليف والقضية الثانية قتل أو جرح حيوان أليف على ملك الغير والهنى اللي هي جنحة تقريبا من 15 يوم الى عام حبس هذه العقوبة متاحة اللي نجم يتعرضها السيد هذا اللي بتبيع متهم الى حد الآن بتبيع بممارسة تصرفات شنيعة على كائن حي فبتبيع لهنى مهم برشة انه النيابة العمومية تحركت من تلقاء نفسها وزادها في الحقيقة مرسطان كبير واللي نمشين فيه تتلبه المهم جدا قبل ما نوصله القتل سوق المعاملة فقط يجرمه القانون معناتها انت حتى انا نشوف الشيء نعمانتها متعدي قطوس ولا متعدي كلب ولا يز حجرة ويضربوا وذي كنت تبرسوا معاملة ويجرموها القانون يعني في وشوف مني صغار شوف شوف كله من ثقافة كله يتبدي من المروضة ومن المدرسة ومن الكتاب الى غير ذلك لابدنا متوعية صغان لابدنا من مراقبة صغان وكبارنا للأسف كبارنا معنا تريد ومتحط وكبارنا للأسف ولابدنا متوعية شوف احنا دورنا كأعلام اخويا هاني قمنا بدورنا على مستوى التوعية الى هنا الجمعيات المتعرفة بالحيوان تخدم في خدمة كبيرة ياسر وشوف يقولك هو ذاك مغروم بالاقتص هو ذاك مغروم بالكلب بزعم ما فهمت هو مغروم بالنازل بالعكس حاجة يفهم في القمراء ويفهم في زوحل ويفهم في المجرة ويفهم في النووي وإلى غير ذلك بعده هو مغروم بحاجات أهم رأي وشوف فما ساعات علاقة تلقاه تتكون بين حيوان أليف وشخص يقول لي عزيز عليه ياسر رأه الحيوان الأليف هذا وقلنا قلنا بدينا يسمع أحرام وبالعلاقات الاجتماعية تقول أنت تشد مع أنت حيوان أليف متع جارك ولا متع واحد يقرب لك ولا واحد متشمت فيه تعذب له عبارة عذبت ورأه مع أنت معزة كبيرة ياسر فما ناس تربي عليها الكبد الحيوان الأليف متاحي ولي خمم فيه ولي يخص ويوكل ويعيش معه ويونس طول يعلق وفما طفيل صغير يرهم يموتوا على حيواناتهم مع أنت يحبوه كلابهم يحبوه يحبوه يقتطسهم يحبوه أرنبهم ويحبو من عرف شان وعصفرهم فهمت ويجي أنت تعتديه عليهم هذا ما عنده حتى حق وما فما حتى حاجة ورزمه أنه في القانون التونسي فما قانون على الأقل يجر من مثل هذه التصارفات اللي إن شاء الله ما عايش نسمعوها وما عايش نسمعو بيها وما عايش خاصة أنه شوفوه وفيسبوك زعيم احنا كن هبطوا كلمة على فلسطين يقص النطور يقصها وهذه خليها سحف الملاحظة وهذه خليها خليها الدور كما هي معنتها نكي جو أما بشر سمحوني في الكلمة معنتها يتقتل ويدمر ويقصف معناها كان أنت تتبرتاجي حاجة ولا تكتب علي حاجة ممكن يسكر لك حتى الكونتم تي كانت هذه نيوز اليوم نيوز اليوم نيوز اليوم يالها شوي آخر نحكي ومتخب الوطني تونس يكيد لكرة القدم الحظوظ ما أصبحت توافرة جدا طبعا ما زلنا نحب ماتها لازمنا نربحه لكن يعني نربحه نتعديو يسي دياي تنعطيكم التفاصيل شوف